السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيب قلب عملين ايه اهلا بكم في فيديو جديد من يوميات ساعد ورانيا والنهاردة هنعمل مع بعض البسكوت الامر ده بسكوت جميل جدا ولزيز وبيضوب دوابان في البقء كده وانت حرة التشكيل تعملي اشكال لولادك زي ما انت عايز انا عاد تفنن هنا شوية تفنين وعملت شوية اشكال والله شكلهم ما يضرش برضو يعني شكلهم حلو والطعم احلى والز وبصو حاجة كده روعة بجد بجد طريقة سهلة جدا وحلوة جدا ومش يعني مش هتسبوها يلا بنا نروح على الفيديو نشوف هنعمل ايه اول حاجة هنا معايا معايا كوباية سمنة على زيت انا عاملة نص سمنة ونص زيت تمام دي اول حاجة ولازم السمنة تكون يعني ايه مش سايحة اوي يعني درجة حرارة الغرفة ومعانا كوباية سكر بودرة تمام احنا كده حطينا كوباية سمنة على زيت وكوباية سكر بودرة واتنين بيضة بس كده وبكت فانيليا وزرة الملح السنة عن الرسول عليها افضل الصلاة والسلام تمام تمام واحنا متفقين لنظرة الملح في معجنات بتايه بتتزبط لنا للطعم يعني شوي حطينا الطالما في بيض يبقى في فانيليا خلاص وهامسك كل الكلام الجميل ده كله مع بعضه افضل اضرب فيه اضرب فيه اضرب فيه ضربا مربحا ولا اسمه مبرحا انا مش عارفة بيقولوها ازاي بس يلا مش مشكلة افضل اضرب فيه جامد لحد ما الكوام بتاعه ده يبقى ابيض خلص معايا البيض مع السمنة مع الزيت مع السكر يختلط خالص والسكر يدوب دوابا كده والدنيا تبيض معايا على الاخير وبعد كده نبدأ ننزل بي الدقيق معانا قد ايه دقيق معانا تلات كوباية دقيق تمام معانا تلات كوباية دقيق تلات كوباية دقيق طبعا متفقين اللي لازم دقيقون منخول عليه معلقة واحدة بس بيكنج بودر تمام معلقة صغيرة وزرة الملح زي ما قلنا خلاص وبعد كده هنقلب الكلام الجف ده كله مع بعضه وبعد كده هنحطه على ايه على السائل اللي احنا عملناه حاجات السائلة اللي احنا عملناها اللي هي عبارة عن سمنة وزيت وعبارة عن بيت والله ما صلى عنه بيحنا حطنا ايه تاني وبانيليا وكده يعني تمام هفضل اقلب من فوق لتحت كده بالسباتيولا معايا من فوق لتحت من فوق لتحت كده وبالراحة خالص البسكوت يا جماعة احنا متفقين انه مش بيتعجن احنا يضوبك بس بنيه بنيدمك الايه المواد الجفة مع السائلة بس عشان ما يعملش عرق ويشد مننا ويبقى نشف مننا كده ومحجر لا ده كلام ده لو قعدنا نعجن في البسكوت مش بيتعجن عشان كده امهاتنا رحمة الله عليك يا امي كدت تقولي البسكوت اوعي يا رانيا تعجني البسكوت يا جوبك بس بتلف في كده لف وتخفض دقيق رحمة الله عليك يا امي وعلى امهات المسلمين اجمعين يا رب العالمين ده هم مرحم امي واخفل لها يا رب العالمين قولوا امين معاي خلاص انا نزلت التلات كوبات دقيق نعليش اسفة بس كده وعملت زي ما امي قالت لي ودمكت كله مع بعض تمام انا كنت غاوي اعمل الحاجات دي كمان عندها لو تفتكروا في اول القناة خالص اللي معايا من زمان يفتكر ان انا كنت دايما الحاجات دي ما بعملهاش قال لما عمام الله يرحمه رحمة الله عليك يا امي طبعا خلاص كده انا مسكت العجينة بادي النظيفة لاتها ما بتلزقش عرفت كده ان الكعوم تمام 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 والسوائل اللي عندي خدت تلات كوبات دي ايه بالزبط ولا خدت اكتر ولا خدت اقال طبعا انا عشان معايا اطفال عايز اعملوا بنكهات مختلفة هقسم العجينة بتاعتي يعني زي ايه ايمة كوباية 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 هنا كده تمام حبه فانيليا حبه اعملهم باللون الاحمر او باللون البينك وحبه اعملهم بالشوكولاتة اللي هو الكاكاو هقسم لتلات بولات كده العجينة تمام كده واحط اللون الاحمر واحط الكاكاو ويبقى عندي بالفانيلي وانت حرة التشكيل بصي زي ما انت عايزة وانت وزوك انا بعمل كده بس عشان لقيلة تفرح ساعة المذاكرة عندي سنوية عامة زمانتوا فاهمين ربنا ينجح حالي جانا يا رب وينجح لي سماء وينجح لي نور وينجح اولادكو جميعا فطبعا انا مش عايزة بقى مقصرة معاهم خارص طبعا اتوا عارفين المذاكرة بتجوع وبتبقى عايزة حاجات كده ايه خفيفة زي كده والشتة عمتا بيبقى عايزة حاجات حلوة زي كده يعني والله ايه حاجات انا من ساعة ما بدأت معاكم القناة وانا بعمل حاجات مش مكلفة نهائي ليه؟ لان كل واحد على قد ظروفه تمام؟ انا بعمل على قد ظروفي وفي نفس الوقت ما ببقاش مقصرة برضو مع عيالي وبعمل لهم الحلو كله مش حاجة بتقول لا معايا هنا صانية ده انتهى زيت دهنة خفيفة كده وهاجي بقى اشكل البسكوت بتاعي عندي الشاكوش بتاع البوفتيك فيه شكلين من هنا ومن هنا انت حابة تعملي بغطأ زي زي حابة تعملي بسكينة عندك طبعة كحك عندك الطبعات بتاعة البسكوت زي ما انت عايزة والله انا عندي طبعات البسكوت بس انا حابة الاشكال بتاعة الشاكوش دي عجباني او الصراحة بصوا شكلها جميل ازاي قالت لأ ما قالتش لأ اه ده واسكوت انا لا ما هداش واسكوت اي حاجة كده هو انا عندي في المطبخ تشكل شكل جمالي وشكل حلو يلا على طول نعمل على طول فيش حاجة بتقول لا سبوها لله تاني منظر هنا انا عملت فجوة كده من النص عشان خاطر احشيها شكولاتة تمام وعملت فانيليا برضو بس اه يعني الله يسامح اللي كان السبب المقطع انا مش لقياه اولا انا اللي حواليت ومش لقياه مش عارفة والله الصراحة كده بصوا ده المنظر ده اول صانية معايا تمام انا عملت اللون الاحمر واللي بالشوكولاتة ادخله الفرن على درجة حرارة مية وسبعين الرف الوسطاني ما بياخدش وقته خالص وما بيحمرش طلعته خلاص عملت الجنش انا عملت شوكولاتة بيضة وعملت شوكولاتة بني وفرشت كده كس التلاجة وبقت احط بقى الايه الشوكولاتة كده في الفجوات دي اذا ما انت عايزة وهحشي برضو اللي بالفانيليا مربة كانتو حفا مربة توت بقى بصوا يا سلام بصوا ولا كأنكو بتاكلوا بسكوت كأنكو بتاكلوا صب ليه بالزبط بجد والله مش شكرانية في نفسي بجد 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 طريقة البسكوت دي سهلة وبسيطة وحلوة في نفس الوقت بصوا دي مربة التوت بقى زي ما قلتلكم على الفانيليا كانت وهم كده وهم وهنا برضو عملت خطوط كده بالمعلقة كده يعني جنشت كده بالمعلقة عملت شوية ابيض وشوية ايه بالفارماسيلة وشوية بالمربة التوت اه وشك بتقول ايه يا سما بالفواكه المجففة بالفواكه المجففة سما بتقول لكم بالفواكه كلم يا سما عادي ما انت شريك برضو معايا في البسكوت ده على فكرة عادت عملت معايا سما كتير ربنا ينجحك يا سما يا رب خلاص كده وده البسكوت بتاعنا كان جميل جدا 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 والله طريقة بصوا سهلة جدا جدا ولذيذة جدا جدا وخفيفة على فكرة ومش مكلف ما فيش تكلفة واحنا متفقين ان احنا انا مش بعمل حاجات مكلفة خالص بجد انا بعمل كله على قدي اليد الصراحة وبس كده نور بيقول لكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب ليوميات ساعة دوراني وعايز تقول حاجك تاني يا نور اه كان في البسكوت جامد كان جامد صراحة جامد جمودة على رأيي جانا اشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد بجد اه اشتركوا في القناة يا ريت عشان يوصل لكم كل جديد ويارب يكون الفيديو كان فيديو خفيف عليكم ويارب تكون الطريقة عجبتكم ويارب اكون عند حسن ظنوكم وبس كده وكل سنة وانتوا طيبين بمناسبة اول رجب كل عام وانتوا بخير وربنا يا رب ما يغيب منكم حال وربنا يا رب يبلغنا شعبان ويبلغنا رمضان على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته